حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكام حدثنا شيهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حز الكلافي وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنشأ يحدثنا قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسعة تسعة قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدع لنا بخير وأمر بنا فأمزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن إذا كدن قال فلابثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصر فحمضا لها وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات مباركات ثم قال يا أيها الناس إنكم لم تفعلوا ولم تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شيهاب بن خيراشي بن حوشب حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حز الكلافي فأنشأ يحدث فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر